شارك الأردن في المؤتمر السنوي العام للسياحة الدينية الذي أقيم في فرنسا بحضور عدد كبير من أصحاب القرار والمسؤولين عن رحلات الحج المسيحي إلى الأماكن المقدسة حيث تم التركيز خلال المؤتمر على أهمية موقع عماد السيد المسيح في المغتص مركزين على الأردن كونه أرض الأنبياء وأرض السلام وفي العاصمة باريس شارك وفد سياحي أردني في أطخم معارض السياحة والسفر في أوروبا وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إن مشاركة الأردن جاءت من خلال 16 شركة أردنية حيث وقعت الهيئة عدة اتفاقيات استقطاب سياحة أجنبية للمملكة وأضاف عربيات أن الجناح الأردني لقى إعجاباً بالمنتج السياحي الديني والتراثي والعلاجي ويشار أن عدد السياحي إلى المملكة ارتفع بنسبة 45% عن العام الماضي ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأعداد لهذا العام والعام القادم بنفس الوتيرة